موسيقى مسؤول يحمل البنك الزراعي عرقلة وصول مدخلات انتاج لمشروع الجزيرة تفاصيل جديدة حول قضية مواطن الروسي متهم بتهريب ذهب من نهر النيل وزيرة الخزانة الامريكية تزور دولا افريقية لتعزيز التعاون مع دول القارة المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم على شاشة سودان 24 وتستمعون إلينا أيضا عبر إذاعتها على الموجة 93.6 FM هذا هو الحدث الاقتصادي والذي نستهله بأخبار الاقتصاد الاتحادية والولائية بجانب أبرز أخبار الاقتصاد الإقليمية والعالمية في آخره كالعادة تذكير بأهم وأبرز العناوين أهلا بكم حمل مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى البنك الزراعي مسؤولية عدم وصول سماد ممنوح من بنك التنمية الافريقي للمستفيدين من مزارع المشروع وكشف إبراهيم أن المنحة تشمل تقاوى وسمادا وقال إن هذا الدعم المقدم من بنك التنمية الافريقي يكفي لتمويل 45 ألف فدان وأبان مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة أن البنك نفذ المنحة عبر برامج الغذاء العالمي وليس عبر الإدارة حيث أوكل شراء السماد للبنك الزراعي الذي رفض تسليم السماد للإدارة وطلبها بسداد مبلغ 265 مليون جنيه وهو كلفة ترحيل السماد من ميناء بارت سودان مع الرسوم الإدارية استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني خارج المصارف وشمل الاستقرار وأسعار الصرف المعروضة من قبل البنوك السودانية ويأتي الاستقرار عقب تراجع الجنيه السوداني منذ مطلع السنة الحالية بدافع ارتفاع الطلب على العملة الحرة حيث كانت أسعار العملات قد ارتفعت أربع مرات خلال أسبوعين بعد فترة استقرار دابت شهرين وسط حالة ترقب شديد من قبل المتعاملين وذلك بعد أن لحق السعر الرسمي للدولار بالأسعار التي يقدمها تجار العملة وتراجع الجنيه السوداني مجددا بشكل كبير منذ مطلع يناير الحالي وسجل هبوطا إضافيا أمام العملات الأخرى قال خبراء إن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة مركبة تتمثل في نمو اقتصادي بطيء مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم بجانب تفاقم عجز الموازنة وتراجع احتياطات السودان من العمولات الأجنبية وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي إن تراجع التضخم السنوي لشهر ديسمبر تتم مقارنته بالشهر الذي وازيه من العام السابق وليس بشهر نوفمبر الماضي وأوضح أن العجز في الموازنة يحول دون استخدام الإفاق الحكومي بكفاءة وفاعلية مبينا أن ذلك يستلزم أن تلجأ الحكومة إلى تخفيض معدلات الضرائب على القطاعات الانتاجية وأكد ضرورة حماية القوة الشرائية للمواطن ومكافحة التضخم توقع المدير العام للغابة تنور إبراهيم زيادة في إنتاج الصمغ العربي خلال العام الحالي لتفوق ثمانين ألف طن من الأصماغ يتصدرها الصمغ الهشاب وعلى هامشي مشاركتي في عياد حصاد الصمغ العربي بمنطقة أبو أم سعديا بمحلية الشيكان شمال كوردفان قال إن إنتاجية الصمغ العربي خلال العام الفين واثنين وعشرين الماضي فاقت ستين ألف طن من الأصماغ وأشار المدير العام للغابات إلى أن هناك العديد من المحفزات للمنتجين على رأس الاتفاق بين المصدرين والمنتجين والذي قضى بحصول المنتجين على نسبة عشرين بالمئة من سعر السوق مبينا أن هناك عددا من الشركات العالمية تقوم بعمليات التصدير لكل من فرنسا والصين والهند طلبت السلطات السودانية من القنصل الروسي مغادرة ولاية نهر النيل لدخولهم مدينة عطبرة دون إذن مسبق من قبل السلطات المختصة وجاءت زيارة وفد استفارة الروسية إلى ولاية نهر النيل لمتابعة قضية مواطن الروسي متهم في قضية تهريب ذهب وكان وفد رفيع من السفارة الروسية بالخرطوم بقيادة القنصل قد وصل الاثنين إلى مدينة عطبرة للإطلاع على المسار القانوني لقضية المتهم الروسي يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن قيام السلطات بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتهم الروسي وحسب اتجاهات أمرت النيابة العامة بتحويل البلاغ من ولاية نهر النيل إلى الخرطوم ارتفعت أسعار الذهب بالخرطوم وقال صاحب محل بمجمع الذهب بالخرطوم إن سبب الارتفاع يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار في وقت شك فيه من تراجع حركتين البيع والشراء وأوضح أن سعر جرام الذهب المحلي ارتفع إلى 31 ألف جنيه للشراء و35 ألف جنيه للبيع مشيرا إلى أن سعر الذهب البحريني ارتفع إلى 31 ألف جنيه للشراء و37 ألف جنيه للبيع وبالرغم من انخفاض أسعار الذهب في البورصة عالميا حيث بلغ سعر الوقية 1910 ألاف دولار إلى أن أسواق الذهب أو سوق الذهب محليا شهد زيادات مهولة كشف مفاوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق رمضان ياسين عن توفير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق المساعدات الإنسانية مبلغ مليوني دولار لمقابلة احتياجات النازحين بالإقليم وقال مفاوض العون الإنساني بالإقليم إن المساعدات ستخصص للنازحين في محافظات والدلماحي والرصارس وجزء من قيسان والكرمك وشهد إقليم النيل الأزرق حالات نزوح جماعي خلال العام الماضي بسبب الصراعات الأهلية التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى وأشار المفاوض إلى أن اتجاه تنفيذ مشروعات إنسانية وسط النازحين في الولايات الوسطى نفت وزارة الصحة الاتحادية لما عن اتجاه الصندوق القومي للإمدادات الطبية إلى تصفية صيدليات الإمدادات الطبية بالعاصمة الخرطوم وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية في بيان انتلقت سوداني 24 نسخة منه أن ما يجري هو توسيع لبنافذ تقديم الخدمة الدوائية عبر شراكة مع صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم واستجابة لتنفيذ السياسات الصحية القومية بدعم وإشراف من وزارة الصحة الاتحادية ووالي ولاية الخرطوم والذي تم بموجبه نقل تقديم الخدمة الدوائية في مناطق امدرمان والخرطوم ومنطقة بحري إلى مناطق بديلة وأشار البيان إلى أن الولاية هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية مباشرة للمريض أخبار الاقتصاد الولاية مشاهدين تأتيكم ضمن هذا الحدث الاقتصادي ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين مباشرة إلى أخبار الاقتصاد الولائية ضمن الحدث الاقتصادي حيث وقعت وزارة التجارة وولاية غرب كردفان مذكرة تفاهم تعزز التعاون المشترك بين وزارة التجارة وتموين والولاية وأمن الجانبان على فتح مكاتب لوزارة التجارة وتموين بغرب كردفان بتفويض وصلاحيات واسعة تقصيرا للظل الإداري بهدف تمكين الولاية من إجراء كل المعاملات المتعلقة بالتجارة الحرة وبحثت وزيرة التجارة أمال صالح مع والي غرب كردفان خالد محمد أحمد جيلي إمكانية إيجاد حلول ناجعة لانسياب التجارة بين ولاية غرب كردفان ودولة جنوب السودان في ظل وجود تجارة غير منظمة عبر الحدود وقالت الوزيرة إن انسياب التجارة مع دولة جنوب السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بفتح المعابر بين الدولتين قررت ولاية النيل الأبيض تشكيل لجنة لمتابعة حقوق العاملين بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وتسلم الوالي مذكرة خاصة باستحقاقات العاملين فيما يتعلق بفرق الهيكل الراتبي والعلوات والبدلات وإزالة التشوهات في تطبيق المنشورات جاء ذلك خلال اتماع بين والي والي الأبيض المكلف عمر الخليفة ووفد لجنة متابعة حقوق العاملين بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وأكد والي ولاة النيل الأبيض المكلف أن استحقاقات العاملين بالخدمة المدنية بالولاية مطالبات واجبة التنفيذ ويجب تطبيقها بصورة المطلوبة فيما يتعلق بطبيعة العمل والعلوات بحث والي ولاة سنار المكلف العالم النور مع مدير بنك السودان المركزي بالولاية فخر الدين علي الخطة والسياسة المالية لبنك السودان المركزي فرع ولاة سنار وأوضح أن البنك المركزي سيعمل مع حكومة الولاية على إرجاع مؤسسة التمويل الأصغر ودعم تجارة الحدود والشمول المصرفي وإنشاء محفظة وقال إن بنك السودان المركزي فرع ولاة سنار سيعمل على تمويل كل المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الذي يحسن من الأوضاع المعيشية للمواطن وقال وزير المالية إن الموقف المالي لحكومة الولاية ممتاز جدا ويمكن أن نستفيد منه في تمويل المشروعات التنموية وضع وزير التنمية الاتماعية أحمد آدم بخيت حجر الأساس لسد منطقة كيلي شرق محلية أمدخ الميولات وسط دارفور ويتوقع يسم السد في وضع حد لمشاكل شح المياه النقية لمواطن المحلية في حال اكتمال بنائه وأكد وزير التنمية الاتماعية أن السد كيلي يعتبر من القضايا الحيوية والمركزية التي تهم المواطن وسيعملون على معالجتها وأشار إلى ضرورة إنشاء صندوق لدعم إنشاء السد موجها مفوضية خفض الفقر بوضع مبلغ خمسة ملايين جنيه كدعم أولي كما دعا وزارة المالية والجهة الممولة للإسهام في بناء السد كشف المدير التنفيذي لمحلية أمكدادة بشمال دارفور حامد عيسى محمد عن تراجع القطاع النباتي بالمنطقة بسبب القطع الجائر للأشجار بهدف التوسع في الزراعة وأجاء حديث المدير التنفيذي لمحلية أمكدادة بمناسبة توزيع استوانات غاز لجمعية المرأة أمكدادة بولاية شمال دارفور وماكينات لصناعة الطوب المثبت ضمن برنامج منظمة صحارة للتنمية الخاص ببناء قدرات المجتمعات الجريفية في القدرة على الصمود والإدارة المستدامة للغابات وأكد المدير التنفيذي لمحلية أمكدادة همية المشروع الذي تنفذه منظمة صحارة في محاربة التصحر والحفاظ على الغطاء الغبي صادقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة على عدد من القرارات بتغيير الغرض للأراضي وفقا للضوابط التخطيطية وإجازة حزمة من القرارات التخطيطية الخاصة بمواقع الخدمات العامة وتعديل وتجديد القرارات التخطيطية لاستيعاب الاحتياجات الراهنة وأشار مدير عامي مصلحة الأراضي بالجزيرة صلاح الدين المدني إلى أهمية لجنة التخطيط العمراني في تلبية تطلعات ورغبات المواطنين عبر قرارات المحليات ومراعاة المصلحة العامة ووضع الاحترازات اللازمة للتوسع في السكن الأفقي مشيرا إلى المنهجية العلمية والجماعية والتخصصية في الوصول لإجازة وتصديق القرارات أخبار الاقتصاد الإقليمية تأتيكم بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الحدث الاقتصادي نتحول مباشرة إلى أخبار الاقتصاد الإقليمية طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقع للأشهر الستة المقبلة بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة يأتي طلب المركزي المصري بعدما أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي وثلاثة مليارات دولار خلال الأيام الماضية ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر ثمانية مليارات وخمسمائة مليون دولار وتركمت البضائع المصرية بالمواني منذ عدة أشهر وسط شح العمولات الأجنبية المطلوبة لإخراجها بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت جيلين جولة في إفريقيا تستمر أحد عشر يوما وتشمل دولا عدة في القارة وتستهيل الوزيرة الأمريكية جولتها بلقاء رئيس السنغالي الذي يرأس الاتحاد الأفريقي الجمعة في داكار وفق وزارة الخزانة الأمريكية وستشدد وزيرة الخزانة الأمريكية خلال هذا اللقاع للجهود الأمريكية لتعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية إلى جانب العلاقات الاقتصادية من خلال رفع مستوية الاستثمارات والتدفقات التجارية وستتطرق ييلين خلال جولتها الأفريقية إلى أهمية تحسين الوصول إلى الطاقات المتجددة قالت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريمة بنت بندر إن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الرياض وواشنطن ضرورية للغاية وذلك للاستقرار العالمي وشاب التوتر التحالف التقليدي بين السعودية وأمريكا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن وتضاعف بشكل كبير بسبب سياسة أوبيك النفطية في الأمينة الأخيرة كما عبرت واشنطن عن قلقها بشأن العلاقات المتنامية لدول الخليج العربية مع الصين وهي شريك تجاري رئيس لها وشددت السفيرة السعودية على أهمية العلاقات الأمريكية السعودية التي مر عليها ثمانين عاما وقالت إن البلدين يقف أحدهما إلى جانب الآخر عند الضرورة أعلنت شركة أدنك عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية ومن المتوقع بحسب إعلان الشركة خلال فعاليات أسبوع أبو ظبي للإستدامة بدء عمليات حقن ثاني أكسيد الكربون في الربع الثاني من العام الحالي ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة مهمة ضمن التزام أدنك بالحد من الإنبعاثات في عملياتها ويمثل مشروع أول بئر في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون خطوة فعالة جديدة ضمن خطة الشركة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكي لخفض الإنبعاثات يسعى رواد أعمال شباب في مصر إلى إعادة تدوير ملايين الأطنان من البلاستيك الملقى في النيل والبحر المتوسط ومكبات القمامة المفتوحة وتعتبر مصر البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم العربي أكبر ملوث بالبلاستيك في الشرق الأوسط وإفريقيا وفق دراسة أجراها خبراء متعدد الجنسيات ونشرتها مجلة سانس العلمية وتنتهي معظم نفايات البلاستيك التي تصل إلى 5.4 مليون طن سنويا في مصر في مكبات غير قانونية ويتم التخلص منها بعد ذلك في النيل والبحر المتوسط حيث تتسبب في تسميم الحياة البحرية أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC بيع أرض مملوكة لها بنحو 367 مليون دولار وقالت الشركة في بأن الاسوق السعودي إن هذه القيمة غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي وأوضحت الشركة أنها ستستخدم المبلغ المحصلة من الصفقة في تحقيق استراتيجيتها الهدفة إلى النمو والتوسع وكانت شركة الاتصالات السعودية قد حققت أرباحا صافية في الربع الثالث من العام 2022 بما يقارب المليار دولار في أخبار الاقتصاد العالمية سجلت أسواق النفط المزيدة من المكاسب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني وتخفيف القيود الصارمة ضد كورونا وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت إلى 86 دولارا و99 سنة للبرميل وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81 دولارا و33 سنة للبرميل وتتوقع الوكالة الدولية لطاقة زيادة الطلب على النفط خلال العام الجاري ولكن بصورة أكثر تحفظا مقارنة بتوقعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك وتوقعت الوكالة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون وتسعمائة ألف برميل يوميا شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين على ضرورة التواصل بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية قبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليوهي في زوريخ وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بالي شددت وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعة على مسؤولية مشتركة لإظهار قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة الاختلافات والحؤول دون تحول المنافسة إلى أي نزاع وأقرت يلن بوجود خلافات سيتم بحثها بشكل مباشر لكنها شددت على وجوب عدم السماح لأوجه سوء التفاهم أن تتفاقم تواجه سوق المشتقات النفطية مزيدا من المتغيرات الأساسية والتقلبات مع اقتراب دخول قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا حيز النفاذ والمحدد له الخامس من الشهر المقبل وفي ضوء سعي دول الاتحاد الأوروبي لتأمين بدائل المنتجات الروسية لسد الفجوة المتوقعة يأتي عدد من دول منطقة الشرق الأوسط ضمن البدائل الأكثر وضوحا بالنسبة لأوروبا لتأمين واردات المشتقات النفطية لعدة عوامل أساسية من بينها معامل التكرير الحديثة التي تمتلكها تلك الدول فضلا عن عامل القرب الجغرافي لتلك الدول من قارة أوروبا انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5 من 10% لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وطيرة اليوم منذ عام 1977 وفي الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار المنزين والملابس على المعدل الرئيس لتضخم فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.8 من 10% مقارنة بالعام السابق وقال كبير الاقتصاديين أن أسعار المواد الغذائية تستمر بالارتفاع وسط زيادة في الأسعار بالمتاجر والمقاهي والمطاعم تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة منطقة اليورو في شهر ديسمبر مثل ما كان متوقعا بفضل استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن الأسعار في الدول العشرين التي تشترك في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 0.4% على أساس شهري وباستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% على أساس شهري فيما حققت زيادة سنوية 6.9% أخيرا عن بايع الهواتف الذكية طوال العام الماضي من بيئة اقتصادية صعبة أدت إلى تراجع شحنات الهواتف الجديدة بنسبة 11% إلى أقل بقليل من 1.2 مليار هاتف في أسوأ أداء سنوي منذ عقد ورغم أن موسم العطلات خلال الشهر الأخير من العام 2022 ساهم في دعم مبيعات الهواتف الذكية إلى أن الكلمة الأخيرة كانت للضغوط التضخمية التي حدت من المبيعات بشكل قاس خلال مختلف أشهر العام ويقول مهندس اتصالات أن الطباط الاقتصادي والتعثر في سوق العمل كان لها تأثير سلمي كبير على مبيعات الهواتف الذكية في ختام الحدث الاقتصادي مشاهدين إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين مسؤول يحمل البنك الزراعي عرقلة وصول مدخلات إنتاج لمشروع الجزيرة تفاصيل جديدة حول قضية مواطن روسي متهم بتهريب ذهب من نهر النيل وزيرة الخزانة الأمريكية تزور دولاً إفريقية لتعزيز التعاون مع دول القارة بعد مشاهدين تكاملت هذه الفترة من الحدث الاقتصادي تقبلوا تحياتي وتحايل فريق العام شكراً لمتابعتكم في أمان الله اشتركوا في القناة